مجلس شورى الدولة هيئة تتولى القضاء الإداري ومراقبة أعداد النصوص التشريعية وتنظيمية يرتبط هذا الجهاز بوزير العدل وهذا المجلس هو أحد الهيئات الرقبية في الدولة اللبنانية ويتألف من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين اليوم المجلس يصدر قرار وقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات جمال الجراح ليال سعد وتفاصيل ذات خميسا من أيار 2017 أجاز وزير الاتصالات جمال الجراح بموجب قرار فردي منه لشركة جلوبل داتا سيرفوسز تمديد شبكة ألياف بصرية خاصة بها استعمال المسالك العامة تابعة لوزارة الاتصالات ومؤسسة أوجيرو ألحق القرار الأول بثانا في الثالث عشر من حزيران 2017 أجاز فيه الوزير العمل أيضا لشركة ويفز نصب وزير الاتصالات نفسه محامية دفاعا عن الشركتين خاصهما بامتيازات طرحت علامات استفهام واسعة حولها وخاض معارك لصالحها الذي يكون رجل طيال مستقبل يريد أن يكون آدمي أول المعارضين كان رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النائب حسن فضل الله ثاني المتضررين كان الاتحاد العمالي العام في لبنان النقابة العامة لموظفي عمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان وعليه دخل ملف شركتين جي دي أس وويفز مسلكا قضائيا وبدأت أدعاوة أمام مجلس شورى الدولة الملف الذي دخل معركة على خط سياسي قضائي صدر أول حكم فيه وعليه أعلن مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات وهو ما بيصدر عن مجلس شورى الدولة إلا إذا كان فيه أسباب فعلا جدية بالمراجعة وفيه ضرر كبير حيلحق من جراء تنفيذ قرار الوزير فمشان هيك نحن نعتبر هذا القرار هو بمثابة شهادة على عدم شرعية قرار الوزير ودليل على مخالفات الكبيرة التي تضمنها القرار ونحن سبقوا عددنا المخالفات فوق الذين مخالفة فيه قرار وبالتالي أي عمل حيصير من بعد تاريخ إبلاغهم هالقرار هيعتبر عمل غير شرعي وبمثابة تعدي على المال العام أرار كان فيه بقلبه بخالفات نافرة جدا لدرجة أن مجلس شورى الدولة أثبت لعدة مراته قبل وهلأ يثبت مجلس شورى الدولة أنه محكمة غير لا تتأثر بالضغوط ومحكمة نزيهة معلوماته الجديد أشارت إلى أن جلسة مجلس شورى الدولة كانت مقررة في مطلع الأسبوع المقبل ولفتت المصادر إلى أنه نتيجة الضغوط السياسية المحكمة كان توجه إلى إصدار القرار لصالح وزارة الاتصالات والجديد أس غير أن مجلس الشورى اختار تقريب موعد الجلسة وإصدار حكمه غير أنه ليس بنهائي أوقفت أعمال جي دي أس وويفز موقتا فهل ينجح من خاض المعركة سرا وعلانية في تغيير منعطف القرار النهائي؟ لائل سعد قناة الجديد